بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المرة اللي فاتت اتكلمنا على ازاي نعمل الفريم وازاي نعمل التابل وازاي التابل يظهر بالمنظر ده وحطينا شوية بيانات بالمنظر ده عايزين نتعلم ازاي نعمل رندر للخلايا السيلز اللي جوه التابل ده رندر يعني معناها ان انا اتحكم في شكل الخلية نفسها والخلية نفسها ممكن تبقى الكمبوننت غير الكمبوننت اللي احنا شايفينه او نتحكم في اللو ففي البداية هروح لي الكود وهعمل class private class custom render implement table cell renderer table cell renderer اول ما انا بقى امبلامنت هنا مدي امبلامنت table cell renderer طبعا هفكس الاري انا اصلح الاري وقوله add un implemented method وادوس double click هلاقي ان هو اضاف لي ده اللي اسمها get table تمام تعالوا نمسك نشوف المكونات بتاعت الget table انا حدوس enter عشان ايه تظهر ايه دي اول حاجة table الجدول اللي انا شغال عليه تاني حاجة value القيمة اللي جاية لي وانا بعمل render اس select هل في اللحظة دي انا كنت بسلكت الخلية ولا لا has focus الفوكس عندها ولا عندها حد تاني واخيرا الro والcolumn اه طبعا الدلة دي طالما ان انا عملت لها implement اه هبدأ اكتب الكود بقى بتاعه انا هقوله اتنين يساوي صفر لو كان دا يساوي صفر او جي تي اف بتساوي new jtf.setBackground اضعي ال backround وهنا حنو نو color هنبقي بقى color else jtf.setBackground وهنبقي لوان كويس متنساش ان انت تقوله jtf.setText بس ده بشارت عشان ما يديش ما هنكش معاك هتقول له ايه في لا تساوي لو ما بتساويش نل حط لي القيمة بتاعتي تعالوا نشوف الالوان بقى عالزين نقلب لون او لأ فهنفتح برنامج وحنختار لون مناسب وليكن اللون ده مسلا او ممكن نغمقه نغمقه شوية انا طبعا بقعد اختار ايه اه الوان مناسبة وهاخد وحط اللون ده ولو كان اللون العادي هخليه color. white اللون الابيض. اه طيب هل بعد ما عملت دي اتطبقت كده لسيل رندر? لا ما اتطبقتش. مال هطلع بقى في اللي هو التابل ده بعد ما حمل التابل بالبيانات هقول له تابل دوت ديفولت ديفولت رندرر. حط الرندرر المناسب. اوبجيكت اللي هي الجهزة واعمل اوبجيكت من كاستم كاستم رندرر. تمام? اه عايز اشوف لما رن الكود اللي هيحصل. هرن المين فريم. ويحمسك المين فريم كده اكبره شوية عشان نشوف. اه دي هفتح الكود. لقيت ان الاكواد اتعملت واحدة بلون واحدة بلون تاني واحدة بلون. لانه لما بيروح يستدعي الرندر بريتيرن. ولكن السيليكشن ضاع. يعني هنا انا اه باختار بس يتحس ان السيليكشن بتاع الرو نفسه ضاع. تمام? فعشان نرجع السيليكشن تاني زي ما كان. اه حد اقول له بعد ما حطيت الفاليو. اه? اه? از سيليكتد لو كان الصف الخالية دي تم اختيارها? لو از سيليكتد اه? اه? الس لو انا ما اخترتهاش? لو مش سيليكتد هنفذ صفه او صف لأه. طيب. اه لو بقى هنفذ عليها ان انا هقوله اه جي تي اف ضوط سيت باك جراوند. حط بتاعها وابدأ اختار لون باك جراوند يكون ايه? يكون اه لون زريف كده شوية. وليكن اللون دوت او ممكن اللون افتح انا هخلي اللون طبعا الالوان بقى واختيارها دي اللي ايه? اللي بتبقى اه عملية صعبة على كل الناس. عشان لازم يختار اللون اللي بيكون زوقه كويس. اه كده. اختار اللون. يبقى لو انا كنت مختاره وخلي ايه اللون الخلفية كزا. ممكن كمان تخلي جي تي اف ضوط سيت فونت. تقوله الفونت خلي الفونت طب بولت. تمام? وتقوله اه نيو فونت. وتقوله هنا time. new. romans. وتحط له طبعا الستايل. الستايل والمقاس بتاعه. الستايل اللي هو ايه? فونت. بولت. والمقاس بي اتناشر عشان ده الفونت. وتخليه بولت. تمام? انا هخليه اللون الاخضر. وتعالوا نرن بتاعنا. ونشوف الدنيا هتمشي هنا ازاي? ادي هرن الكود. هبص ليه بيغير في الالوان. طب اول ما انا اعمل select. لقيته اه عمل ايه? اغير في اللون طبعا. بتاع اه selection. لون selection بتاعنا. بس ايه برضو يعني ايه? الالوان دي طبعا بتبقى فنيات زوقية. فانت اختار اللون اللي يتناسب مع الزوق بتاعك. بحيث ما تكونش الالوان اه فقعة ولا جمدة قوي. تمام كده. يبقى انت ايه بقى بتقعد تنقي. الالوان. بتاعتك اللي انت تهتم بيها. اه احنا كده المفروض ان احنا اه بعد ما اه اه اتعلمنا. طبعا مش كل حاجة هنتعلمها في الحلقة دي اكيد في الحلقات الجاية. هنقدر نتعلم حاجات اكتر عن السل رندر. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. شكرا و الى لقاء.